والله والسلام عليكم سيدنا رسول الله اهلا بكم طلاب الصف الثاني الاعداد مع حل التطبيقات وقطع نحوية شاملة مراجعة على منهجنا ان شاء الله من كتابنا كتاب الغاية صفحة 225 القطع الاولى نحن نعيش بهذه الايام عصرا يمتلك باحداث متناقضة احداث صفت ايه متناقضة يبنعت مجرور وعلامة جره الكسرة منها الطيب الطيب منها الطيب مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر مرفوع على مترافة الضمة الطيب منها وطبعا منها جر مجرور في محل شفه جملة في محل رفع خبر مقد ومنها غير ذلك ذلك اسم اشارة مبني في محل جر مضاف اليه الاسم بعد غير وسوء يعرب مضاف اليه فيا ترى الى كم عام نستمر هكذا ولكن نرجو الله ان يوفق الجميع لما فيه الخير للجميع ونصير المتحدين واكثر تقدما ورفعة يبنى يوفق فعل مضارع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لان طبعا سبقه بادات ايه بادات نظر با استخرج من الفقرة ما يلي فعلا مجردا مع بيان نوعه طبعا هنا هنقول نعيش الفعل بتاعها عاشا ده طبعا مجرد ثلاثي يوفق عند ترى الفعل بتاعها رأى يبقى ده كده مجرد ثلاثي فعلا مزيدا مع بيان احرف الزيادة يمتلئ الفعل بتاعها امتلأ ماضيها امتلأ يبقى مزيد بالالف والتاء يوفق وفق 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 يوفق يبقى هنا مزيد بالتضعيف يبقى وفق مزيد بالتضعيف كم معرب نوعه كم عام الى كم عام نستمر طبعا نح هنا استفهامية تمييزها طبعا بما انها مزبوقة بحرف جر فانا هنقول تمييز مفرد مجرد بالاضافة مجرد وعلامة جر الكسرة تمييزا وبين نوعه عندي تقدما وطبعا بعد افعل التفضيل التمييز بتاعها نوعه تمييز ملحوظ جيم اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين في الفناء اربعة وطبعا العدد هنا مؤنس العدد المفرد يخالف المعدود فبالتالي اربعة نجيب الجم نجيب تمييزها مذكر يبقى اربعة او لن ندرسه في العام اثنين عشرة طبعا اثنين عشرة مذكر نجيب المعدود بتاعها مذكر وطبعا نفرد منصوب يبقى اثنين عشرة كتابا نكشفه عن نستمر في مادة طبعا نستمر الماضي بتاعها استمر نحزف احرف الزيادة الالف والسين والتاء يبقى تفضل عندي مرة ده مرة ده مضاعف سلاسي يفق التضعيف يبقى مررة رقم دال صوب الخطأ مع التعليل شارك في المسابقة ثمان وعشرين متسابقين يبقى شارك في المسابقة طبعا متسابق ده مذكر يبقى نحن نقول العدد المعطوف تمييزه مفرد منصوب والجزء الاول يخالف والثاني يوافق يبقى شارك في المسابقة ثمانية بثمانية وعشرون متسابقا يبقى ده التصويب ثمانية هتكون فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة والواو حرف عطف وعشروناء اسم عطوف مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه ملحظ بجمع المذكر السالم متسابقا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة زن وكشف عن متناقضة ويمتلئ متناقضة وزنها متفاعلة المادة بتاعتها نقضاء يمتلئ يفتعل الكشف بتاعها ملأ الخلق الكريم شجرة تنبت شجرة الخلق الكريم شجرة نبتت في نفس المر الخلق الكريم ماله شجرة خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة وبالفضائل للرزائل يعلو الإنسان قدراء طبعا الرزائل اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة عدك دايما في دماغك إن العطف بلاك نبال ولا بيتكرر بنسبة كبيرة معاك في القطع بتاعتك فخلي بالك منه وقد دع الإسلام إلى كم من هائل من الفضائل ليرقى المجتمع بعد أن سيطرت عليه الأهواء من الذي سيطرت على المجتمع الأهواء الأهواء فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة فالتزم بها ذو النفوس الطيبة وكم متمسك بالأخلاق عاش عزيزا بين الناس طبعا الناس مضاف إيه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة 226 استخرج من الفقرة ما يلي تمييزا وابين نوع المميز فأنا هنقول قدرا ونوع المميز تمييز ملحوظ أو عندي متمسك ونقول ملفوظ يعني طبعا كامل الخبرية والاستفهمية ده طبعا المنفوظ فعلا مزيدا وابين أحرف الزيادة طبعا عندي مزيد عندي التزم مزيد بالألف وأتاء كام وابين نوعه طبعا كم متمسك كم متمسك طبعا نحة خبرية فعلا فعلا عشرون من أجل من أجل مصر وعلامة استفهام يبقى جنديا تمسك من استفهام منصوب وعلامة نصب الفتحة زن الكلمات الآتية سمة وتفاهم وطمأن طبعا سمة على وزن علة طبعا ده مجرد رباعي وزنه فعلانة كيف نكشف في المعجم الوجيز عن عزيزا وبتسام طبعا عزيزا الماضي بتاعها عزة طالما ضعف سلاسي يفك التفضيف يبعززا ابتسام باسماء طبعا ابتسام أصلها ابتسماء نحزف أحرف الزيادة يتفضل عندي باسماء نكشف عنها في باب الباء السين مع الميم إن الرياضة تنفع الجسم وتمنحه اللياقة وتهيئ الإنسان لاستخدام طاقات لاستخدام الأمثل وتضمن له حياة أكثر بهجة وهي نوع من الارتقاء والسمو وبممارسة الرياضة يستطيع المتشائم أن يعيش حياته مسرورا فكم أناس مارسوا الرياضة طبعا عايز إعراب كلمة الرياضة هتلاقي طبعا الرياضة متكررة معايا أكتر من مرة فهنا طبعا هنعرف هم لك التلاتة الرياضة اسمي إن مارس الرياضة الرياضة هنا مفعول به بممارسة الرياضة مضاف إيه مضاف إليه السمو يبقى الرياضة من نوع من الارتقاء عندي تمنحه اللياقة ماذا تمنحه تمنحه اللياقة مفعول به ثاني مفعول به ثاني منصوب على متنصب الفتحة يبقى احنا الرياضة اللي فوق ممكن نقول اسم إيه مفعول به أو اسم إنا عندي تلات كلمات زي ما يقولنه آآ آآ اسمه اسم معطوف اسم معطوف مجرور وعلامة جر الكسرة آآآ فكم أنا يعيش حياته مسرورا كيف يعيش مسرورا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة عود نفسك لو أنت عندك الفعل عاشة أو يعيش وقات في جملته نكرة منصوبة فتعرب آآآ تعرب حال رقم با استخرج من الفقرة ما يعني فعلا معربا وآخر مبنيا الفعل المعرب أي فعل مضارع يبنى عندي تنفع وتهيئ الفعل المبني عندي أي فعل ماضي أو فعل أمر طبعا عندي هنا مارسه اللي هو المبني مارسه فعل ماضي مابنى على الضم كم وبين نعها كم أناس مارسوا الرياضة نعها خبرية طالما جايب لك بعد كم جمع قال أصول أنت مغمض خبرية فعلا مجردا وآخر مزيدا طبعا المجرد تنفع أصلاها نفعا عندي يعيش عاشا تضمن ضمن طبعا طبعا كل ده مجرد المزيد عندي يستطيع الفعل بتاعها الماضي بتاعها استطاع يبقى مزيد بالآلف وسين وتاء مارسا أصلاها مارسا يبقى مزيد بالآلف تمييز وبين علامة إعرابه عندي التمييز بهجة وعلامة الإعراب الفتحة وعندي أناس تمييز كامل الخبرية جمع مجرور مجرور بالإضافة دي كده اتنين تمييز في المكتبة 35 كتاب وخمس مجلدات و11 قصة اكتب الأرقام بحروف عربية مع ضبط التمييز وغير ما يلزم يبقى في المكتبة هنقول خمسة عشان المعدود مذكر يبقى خمسة وثلاثون كتابا وخمسة مجلدات و11 قصة الرابعة كم هائل من التحديات والصعوبات في شتى الميادين يقع على عاطق المعلم نجعل مستوى التعليم أحسن حالا فالمعلم محور ترتكز عليه عجلة النهضة تمييزا لدوره في الحياة وللمعلم سماك شعر لها الوجدان فكم تحديات وصعوبات اجتازها وهو صامت كم هائل كم هائل اوعى تغلط وتقول هائل تمييز طبعا هنا كم بمعنى مقدار او كمية وليست لا استفهمية ولا خبرية يبا كم هائل هائل نعت مرفوع علامة رفع الضمة في شتى الميادين الميادين مضاف مضاف اليه مجرور علامة جر الكسرة تمييزا ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة يقشعر الوجدان لها الوجدان فاعل مرفوع علامة رفع الضمة استخدم من الفقرة ما يلي كم وبين نوعها واعرف تمييزه طبعا عندي كم فكم تحديات كم تحديات خبرية تمييزه جمع مجرور بالإضافة مجرور علامة جر الكسرة فعلا مجردا يقع وقع يقشعر يقشعر طبعا هنقول يقع ده مجرد ثلاثي يقشعر مجرد رباعي فعلا مزيدا محددا أحرف الزيادة طبعا عندي هنا ترتكز ترتكز فعلا بتاعها ارتكزا يبقى مزيد بالألف والتا اج تازا أصدها جازا يبقى مزيد بالألف والتا تمييزا منصوبا وبين نوعه طبعا تمييزا ده ملحوظ ده كده ملحوظ الفعل يتقن مجرد مزيد بحرف مزيد بحرفين طبعا يتقن الفعل بتاعها قنا ده مزيد بحرف الهمزة مزيد بحرف وهو الهمزة رقم ده صوب الخطأ فيما يلي نكشف المعجم عن كلمة اتصال في يصل طبعا في وصل كافأة مديرة المدرسة اسنتان وعشرون طالبة طبعا اسنتين اسنتين وعشرين طالبة سنتين هتكون مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والو حرف عطف وعشرين اسم عطوف منصوب وعلامة نصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ها كم وطني ضح بنفسه من أجل مصر ضع علامة الترقيم المناسبة وبين نوع كم هنا طبعا وطني بما إن جبل الكلمة ليس فيها تنوين يعني كم ما نجليش كم وطنيا يبقى على طول هنا كم خبرية ونحط علامة الترقيم علامة تعجب بل فارج بين كم الخبرية وكم الاستفاهمية إن لو لو قلت لجيت كم وطنيا وفيه ألف لتنوين ألف تنوين النصب يبقى كده استفاهمية كم وطنيا هنا طبعا كم وطنيا هنا طبعا على طول خبرية يبقى تمييزها مفرد مجرور بالإضافة لكن النفوق مفرد منصوب أبا هذا الاختلاف بين الاتنين ينهى الله عن الشر ينهي المعلم عمله ما الفرق بين الفعلين في العبارتين من حيث التجرد والزيادة طبعا ينهى الفعل بتاعها نهى ده مجرد ثلاثي ينهي أنهى ده مزيد ثلاثي بحرف الهمزة زين كلمة السمات واكشف عن الميادين طبعا السمات العلات السمات العلات المعجم عن ميادين في ميادة إبا ميادين ميادة أما مدينة مدنة ثامسة لم يكن الإسلام يوما داعيا للشر فالعقيدة الإسلامية تقف كل عصر لتهيمن على المبادئ والأفكار ومحاربة التطرف التطرف مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة لأن دي نكرة دي نكرة بعدها معرفة أو معرفة بعد نكرة تعرف مضاف إليه وتنادي بأن تقتلع شجرة الإرهابي عمدا من جزورها طبعا هنا تنادي بأن تقتلع ملحة طبعا عمدا تمييز منحوظ منصوب علامة نصب الفتح فالإرهاب ليس له وطن يعيش فيه والإرهابيون فئة عقولها جامدة طبعا عقول مبتدأ مرفوع وعنامة رفعه الضمة والهاء ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه استخرج فعلا ثلاثيا مجردا يكون طبعا أصلها كان تقف أصلها وقف يعيش طبعا لو شغلنا نغنى حنلاقي يجب كل ده كده أفعال ثلاثية مجرد اسما مبنيا وفعلا مبنيا طبعا الاسم المبني اسم مبني نذاء ده طبعا اسم إشارة فعل مبني ليس فعلا ثلاثيا مزيدا بحرف عندي الفعل المزيد الثلاثي المزيد بحرف هذه الفعل بتاعها نادا يبقى مزيد بالإيه بالألف فعلا ربعيا مجرد هيمنة زي سيطرة 20 فقت 11 جنيها في أربعة أيام أكتب العدد بالألفاظ العربية يبقى انفقت 11 10 جنيها في أربعة أيام أتقل كم في جملة بحيث تكون خبرية كم جنود ضحوا باروحهم من أجل الوطن زين كلمة تستتر طبعا تفتعل داعيا دعا دعوة طبعا داعيا الفعل بتاعها دعا داع يبقى دعا داع يبقى على طول نجيب المضارع بتاعه دعوة ونحزف حرف المضارع يتفضل عندي يدعو يتفضل عندي دعوة دعوة